صلاة السلام على رسول الله نتكلم عن آداب قضاء الحاجة إذا أراد الإنسان يقضي الحاجة البول أو الغاية تكرونكم الله ماذا يصل؟ نعم يجب على المسلم أن يستتر عن أعين الناس لا يمكن أن يأتي الحاجة أمام الناس حتى ولو كان الناس اعتاد وأنهم يتعرض مثلا عند الإستحما هذا لا يأتي بالمسلم لا يجوز نعم إما أن تدخل إلى هذه الحمامات تغلق الباب؟ أو تبعي حتى لا أرك أحد أو خلف جدار أو خلف سيارة أو خلف سيارة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائف اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائف نعم ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول وعندما يخرج يقدم الرجل اليومنا ويقول غفرانك نعم الأصل أنه إذا دخل لا يدخل بشيء به ذكر الله سبحانه لا يدخل بالمصحف لا يدخل بكتب العلم كتب الحديث مذرة نعم ويقول غفرانك لا يمكن أن أذكر الله هو في الحمام نعم نعم حتى كلام الناس لاتكلم بكلام الناس لا يستجبر القبلة ولا يستجبرها لا يمكن أن يأتي يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفار كذلك تحت الأشيار المثمرة في أماكن موقوف الناس في أماكن تنسها الناس مثلاً لا يبول في الماء الجائم الذي لا يجري لا يمكن أن يبول فيه لا يمكن أن يبول في الماء الجائم الذي لا يمكن أن يتعادب فيها المسلم لا يمكن أن يمكن أن أع Hoch عمل جامب الآخر لكم اشتركوا في القناة